بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في الفصل الدراسي الأول النص المعلوماتي كرة السرعة وذلك من المحور الأول اكتشف ذاتي الموضوع الثاني فكري وابتكاراتي نص اليوم هو نص معلوماتي يحتوي على معلومات لا يحتوي على آراء أو مشاعر كرة السرعة هذا هو العنوان في البداية فكر ارسم دائرة على شكل اللعبة الرياضية التي تعرفها اللعبة الرياضية التي تعرفها من هذه الألعاب ارسم عليها دائرة يعني مثلا هذه كرة القدم ارسم عليها دائرة هذه كرة السلة هذا شكل كرة السلة هذا شكل كرة القدم وهكذا أي أشكال أخرى أو أي العاب الرياضية أخرى ارسم عليها دائرة إذا كنت تعرفها وقبل أن نبدأ يا صديقي لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وأيضا اشتراك في القناة إن لم تكن قد اشتركت وتفعيل الجرس والتعليق والإعجاب بهذا الفيديو لأن ذلك كما كلنا يساعدنا على تقديم المزيد من الشروحات وحل التدريبات افعل ذلك الآن شارك هذا الفيديو مع الأصدقاء واشترك في القناة ثم عد مرة أخرى هيا نبدأ بدأ نشاط ممارسة هذه الرياضة وهي رياضة كرة السرعة بدأ نشاط الممارسة ممارسة يعني مزاولة مزاولة هذه الرياضة تم ممارسة هذه الرياضة في عام 1960 ميلادية بداية نشاط هذه الرياضة كانت سنة 1960 ميلادية أين كان بالأماكن الواسعة أو على الشواطئ يعني تمارس هذه اللعبة في أي مكان واسع أو على الشواطئ على الشواطئ للبحر ثم تطورت بعد ذلك تطورت هذه اللعبة يعني تقدمت لتصبح رياضة دولية باسم كرة السرعة يعني هي في البداية لم تكن تسمى كرة السرعة وسنعرف ذلك إذن تطورت وتقدمت ثم أصبحت رياضة دولية دولية يعني على مستوى العالم وعلى مستوى الدول المختلفة وكثير من لا يعلم أنها اختراع أي ابتكار مصري مئة بالمئة يعني الذي اخترع هذه اللعبة هو شخص مصري هيا بنا لنتعرف حكايتها حكاية هذه اللعبة ومن الذي اخترعها طيب متى بدأت ممارسة نشاط كرة السرعة؟ قلنا في عام 1960 هذا متى؟ بيسأل عن الزمان طيب وأين كانت تمارس؟ تمارس بالأماكن الواسعة وعلى الشواطئ كان محمد حسين لطفي من هو؟ هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة كان محمد حسين لطفي هو رئيس الاتحاد الدولي يعني العالمي لكرة السرعة عام 1960 ميلادية هو الأصل في تاريخ هذه الرياضة يبقى أصل هذه الرياضة يرجع إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة وهو محمد حسين لطفي وتتلخص هذه اللعبة تتلخص يعني تختصر هذه اللعبة أو توجز هذه اللعبة في تثبيت كرة التنس الكرة التي يلعبها للتنس الكرة الصغيرة يبقى إذن تثبيت هذه اللعبة يعني تثبيتها يعني جعلها إيه؟ جعلها ثابتة طيب تثبت في ماذا؟ بخيط متين بخيط متين متين يعني قوي وينتهي الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة يبقى أولاً هذه الكرة تثبت بخيط متين كما نرى هكذا في هذه الصور هذه هي الكرة كرة التنس وتثبت هكذا في هذا الخيط وهو خيط متين إبقى هذا الطرف يثبت هنا إيه؟ الكرة طيب الطرف الآخر وينتهي الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة هذه عقدة متينة هنا عقدة متينة متينة يعني قوية وطبعاً الطرف الآخر كلمة الطرف يعني النهاية ألأس وينتهي الطرف الآخر يعني النهاية الأخرى نهاية هذا الخيط من الخيط بعقدة متينة وعقدة اللي يربطه عقدة يعني ربطه أو يربط هنا الخيط بعقدة متينة وكلمة متينة يعني إيه؟ يعني قوية ومثبتة ومثبتة يعني نجعلها ثابتة بعمود معدني ثابت على الأرض هذا هو العمود المعدني وهو ثابت على الأرض يعني بكتلة في أسلهي قتلة إيه؟ يعني قوية حتى تجعل هذا العمود إيه؟ ثابت على الأرض لا يتحرك يميناً أو شمالاً يميناً أو شمالاً إذن الخلاصة أن الكرة هذه كرة التنس تثبت بخيط متين قوي وينتهي الطرف الآخر من الخيط بعقدة متينة ومثبتة بهذا العمود المعدني وهو ثابت على الأرض كانت طريقة اللعب عن طريق ضرب كرة التنس هذه الكرة المثبتة بحيث تتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين في الاتجاهين يعني يميناً وإيه؟ وشمالاً طيب بحيث تتأرجح يعني تتأرجح يعني تتحرك وهي متدلية وهي متدلية متدلية يعني هابطة أو نازلة لأسفل وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين يعني يميناً وإيه؟ وفقا لقواعد وفقا يعني تبعا تبعا لقواعد يتم اختيارها يعني هذه اللعبة لها قواعد يتم اتباع هذه القواعد وتتميز هذه اللعبة بإمكانية لعبها بإمكانية لعبها بشكل إما فردي أو بشكل زوجي شكل فردي يعني يلعبها شخص واحد فقط إنما شخص زوجي يعني يلعبها ايه اثنين فإذاك فردي عكسها ايه زوجي أو جماعي إبه هنا يلعبها شخص واحد أو يلعبها ايه شخصا إذن اذكر باختصار طريقة لعب كرة السرعة طريقة اللعب طريقة اللعب هي هذه عن طريق ضرب كرة التنس بحيث طبعا ايه يمسك في يده بيضربها زي بالمضرب خلاص يبه هو مع مضرب والكرة اللي هي مثبتة في العمود بحيث تتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين ولكن وفقا لقواعد يتم ايه اختيارها يعني مش بيضرب كده وخلاص لا في قواعد طيب وفي عدد معين لازم يوصل له وهكذا وفي وقت محدد للعبة طيب تتميز هذه اللعبة بإمكانية لعبها بشكل فردي او ايه او زوجي وهذا ما تتميز به خلاص تتميز يعني يعني تنفرد تنفرد به هذه اللعبة فهي تلعب بشكل فردي يعني واحد فقط او بشكل زوجي يعني ثنائي خلاص يبقى هذا فردي يعني واحد فقط الزوجي هو الايه الثنائي اثنين رغم مكونات اللعبة البسيطة فان كرة التنس كانت قابلة للتلف هذه الكرة كرة السرعة هذه كانت قابلة للتلف التلف يعني الفساد ان هي تفسد بسرعة بالتلف الفساد او الافساد طيب كما ان المكونات المعدنية كلنا اللي هي المسبة والعمود المكونات المعدنية كانت باهظة الثمن يعني كانت غالية ومرتفعة الثمن ولذلك سعى محمد حسين لطفي وهو رئيس الاتحاد الى تطوير اختراعه وابتكاره من خلال ايجاد كرة خاصة غير كرة التنس التي كانت تتلف بسرعة وكانت تفسد ايجاد كرة خاصة من المطاط كي لا تتمزق كي لا تتمزق هذه الكرة مثل كرة السرعة تتمزق يعني تتقطع او تتفتت طيب حتى لا تتمزق بسرعة وقد وجد كذلك طريقة لتثبيتها في الخيط يعني تسبت بطريقة ما هذه الكرة تثبت في الخيط بطريقة ما هو وجد طريقة اخرى ايبا اذا هو اوجد كرة خاصة من المطاط كي لا تتمزق كما في كرة الايه التنس ايضا وجد كذلك طريقة لتثبيتها في الايه الخيط يعني يجعلها ثابتة في الخيط بطريقة ما واصبح شكل الكرة بيضاويا بيض يشبه الايه البيضة شكل الكرة اصبح بيضاويا يعني ليس دائريا حتى حصل محمد حسين لطفي حصل على ماذا على براءة اختراع براءة الاختراع هو اعتراف رسمي لصاحب الايه الاختراع اعتراف رسمي لصاحب الاختراع يعني يسجل هذا الاختراع باسمه هو حتى لا يدعي شخص اخر انه هو الذي ايه اختراع لكرة السرعة وذلك عام 1972 يبقى حصل على براءة الاختراع عام 1972 ميلادية ليثبت للعالم يثبت يعني ايه يؤكد او يبرهن خلاص للعالم انها اختراع مصري ايه خالص يعني هذا الاختراع هو اختراع ايه خالص مصري مئة في المئة كما قلنا اذا ما الدوافع التي جعلت محمد حسين لطفي يصعى لتطوير اختراع قلنا لان كرة التنس كانت قابلة للتلف والمكونات المعدنية كانت باهزة الثمن وكانت غالية فالعزاء سعى من اجل تطوير هذا الاختراع ومتى حصل على براءة الاختراع قلنا عام 1972 ميلادية كان اول ملعب لكرة السرعة كان بمدينة بورسعيد المصرية باسم كرة الدائرة يبا كانت تسمى هذه اللعبة في البداية كرة الدائرة لان هذه الكرة كانت دائرية وكانت تدور هكذا يمينا وشمالا ثم سرعان منتشرت ممارستها على الشواطئ قلنا انها كانت تمارس على الشواطئ او في الاماكن الواسعة طيب حتى اطلق عليها حتى اطلق عليها كرة الشواطئ بهذا هو الاسم الثاني بل اسم الاول كرة الدائر الاسم الثاني هو كرة الشواطئ حتى اطلق عليها يعني حتى سميت كرة الشواطئ لانها كانت تمارس على الشواطئ ثم تغير اسمها للاسم المتعارف عليه حاليا وهو الاسم المنتشر الآن وهو كرة السرعة هذا هو الاسم الثالث كرة الدائرة ثم كرة الشاطئ ثم كرة السرعة وقد لاقت إقبالا لاقت يعني نالت نالت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار في كثير من الدول الكثير يقبل على هذه الكرة ليتعلمها ويمارسها وأصبحت رياضة دولية يعني عالمية تمارس يعني تزاول بالعديد من المحافل الرياضية وكلمة المحافل مفردها المحفل والمحفل هو مكان اجتماع لموضوع ما فهم يجتمعون هنا لماذا بسبب الرياضة على مستوى العالم يبقى أصبحت تمارس بالعديد من المحافل يعني أماكن التجمعات الرياضية على مستوى العالم أين كان أول ملعب لكرة السرعة كنا بمدينة بورسعيد من الأسماء القديمة لكرة السرعة الاسم الأول كرة الدائرة ثم كرة الشاطئ وأخيراً كرة السرعة معاني الكلمات الكلمة هو معناه ممارسة يعني مزاولة تطورت يعني تقدمت اختراع ابتكار هيا يعني أسرع هيا يعني أسرع عقدة يعني ربطة عقدة متينة يعني ربطة قوية تتأرجح يعني تتحرك يميناً وشمالاً وشمالاً متدلية يعني نازلة وهابطة إلى الأسفل تتميز يعني تنفرد التلف هو الإفساد أو الفساد طيب باهظة يعني غالية باهظة الثمن يعني غالية الثمن تتمزق كانت الكرة تتمزق يعني تتقطع أو تتفتت طيب براءة اختراع هو اعتراف رسمي لصاحب الاختراع يتم الاعتراف له أنه هو صاحب الاختراع ولكن بطريقة رسمية يثبت يعني يؤكد أراد أن يثبت للعالم يثبت يعني يؤكد ويبرهن طيب فالإثبات هو البرهان والدليل طيب لاقت يعني نالت المحافل مفردها المحفل وهو مكان اجتماع لموضوع ما طبعاً كلمة المحافل هي قل هنا قمرية كذلك المحافل واللام القمرية هي التي تنطق وتكتب براءة اختراع الألف هنا هي ألف وصل يعني لا تكتب عليها الهمزة لا فوقها ولا تحتها فلذلك هي لا تنطق براءة اختراع لم تنطق قرأنا تتاة هذه المربوطة ثم بعدها الخاء ساكنة الخاء ايه ساكن فلذلك هي ألف وصل لأنه يتوصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن يتوصل بها إلى النطق بهذا الحرف الساكن لأننا لا نستطيع أن نبدأ بهذا الحرف ساكنا فأتينا بالألف لكي نتوصل إلى النطق بها طيب فلذلك هي تسقط في وصل الكلام عند وصل الكلام ببعضه هذا تنوي بالكسر براءة اختراع بكلمة اختراع مضاف إليه مجرور طيب أيضا من الأفعال كلمة تتأرجح وتتحرك هو فعل مضارع يثبت مضارع لاقت ونالت ماضي فعل ماضي تتمزق تتميز وتنفرد وهنا تتقطع هذه أفعال مضارعة طيب تطورت تطورت تقدمت طبعا ده فعل ماضي انتبه تطور لأنه يدل على لايه شيء حدث وانتهى وتقدم أما تتطور وتتقدم هو فعل مضارع طيب هيا وأسرع هو فعل أمر وهيا هو يشبه فعل الأمر نسميه فيما بعد اسم فعل أمر طيب المهم إذن هو يدل على الأمر أيضا وهذا فعل إيه فعل أمر الكلمة ومضادها الواسعة أكسها الضيقة هذا الضغط حرف مشدد وكذلك الياء والحرف المشدد إيه بحرفين دولية محلية أكسها يجهل تثبيت أكسها ايه تحريك متينة ضعيفة ثابت متحرك تتأرجح يبقى إذن تثبت لأن تتأرجح تتحرك بعكسها الشيء الثابت في مكانة متدلية مرتفعة لعكس النازلة أو الهابط بسيطة عكسها معقدة باهظة رخيصة أول آخر بعد ذلك تغير تغير اسمها تغير يعني إيه ثبت واستمر المفرد وجمعه الرياضة الرياضات هكذا يبقى إذن الرياضة جمعها إيه الرياضات هكذا بدون إيه بدون ياء طيب اختراع اختراعات حكاية حكايات رئيس رؤساء الأصل الأصول خيط خيوط الطرف الأطراف الآخر جمعها الآخرون عقدة عقد عمود أعمدة الأرض الأراضي هكذا إيه هنا بالياء طالما أولها ألف و لام طريقة طرائق شكل أشكال ملعب ملاعب ومستوى مستويات الجمع ومفرده الأماكن والمكان قواعد قاعدة وزيتاء مربوط وزيتنوين بالإيه الضم طيب مكونات مكون مكون واحد فقط الأعمار العمر الدول الدولة الدول الدولة المحافل المحفل هكذا بكسر الإيه الفاء أضواء على النص المعلوماتي متى بدأت ممارسة رياضة كرة السرعة بدأت عام 1960 أين كانت تمارس في الأماكن الواسعة وعلى الشواطئ ما اسم البلد الذي تم اختراع كرة السرعة به كنا مصر فهو اختراع مصري ما علاقة محمد حسين لطفي برياضة كرة السرعة كنا هو أصل تاريخ هذه اللعبة وهو رئيس الاتحاد الدولي لها يعني لكرة السرعة عام 1960 ما طريقة لعب هذه الكرة تضرب الكرة بحيث تتأرجح وتتحرك وهي متدلية يعني نازلة وهابطة من الخيط في الاتجاهين يعني يمينا وشمالا بما تتميز كرة السرعة بإمكانية لعبها بشكل ثردي أو زوجي يعني ثنائي لماذا قام محمد حسين لطفي باستبدال كرة التنس لأنها كانت قابلة للتلف والفساد والإفساد كما أن مكوناتها المعدنية كانت غالية الثمن باهضة الثمن كيف طور محمد حسين لطفي لعبة كرة السرعة استعمل كرة خاصة من المطاط لا تتمزك بسرعة فهي يعني فيها بمعنى أنها لينة لا تتمزك بسرعة ثم واجد طريقة لتثبيتها في الخيط في الطرف وأصبح شكل الكرة بيضاويا وهذا هو التطوير الذي حدث متى حصل محمد حسين لطفي على براءة الاختراع والاعتراف الرسمي عام 1972 أين وجد أول ملعب لكرة السرعة في مدينة بورسعيد ما الأسماء التي عرفت بها كرة السرعة أولا كرة الدائرة ثم كرة الشاطئ وأخيرا كرة السرعة طيب لماذا سميت كرة السرعة بكرة الشاطئ بسبب انتشار ممارستها ومزاولتها على الشواطئ ليس لكرة السرعة قواعد ما رأي في المقولة السابقة خطأ هذا غير صحيح لأن كرة السرعة لها قواعد حيث إن اللاعب يقوم بضرب الكرة فتتأرجح وهي متدلية من الخيط في الاتجاهين وذلك وفقا لقواعد يتم اختياره اذكر بعض الأسماء المصرية اللامعة في مجال الرياضة عندنا رانيا علواني في السباحة وكرم جابر في المصارعة الرومانية ونوع من أنواع المصارع ما الرياضة الأشهر في بلدك هي كرة القدم ومن أبرز لاعبيها أبرز لاعبيها محمد صلاح ومحمد النني وغيرهما من اللاعبين المشهورين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا